وهو من هي المرأة التي كانت ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله من هي حفظة عائشة أم سلمة أم زينة من يجبون على هذا السؤال نأخذ هذا الأخ من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أخي الحبيب شهر رمضان مبارك علينا وعليكم وعليكم السلام أخي وصحة رمضانكم وصحة فطوركم الله يبارك فيك رمضان مبارك علينا وعليك أخي إن شاء الله يا ربي وتعيدوا بالصحة لنا إن شاء الله قريبة النصاف وقريبة إن شاء الله العيد آمين يا رب العالمين ونتمنى لكم إن شاء الله رمضان مقبول مع أمير المؤمنين عليه السلام ومع مولاتي فاطمة الزهراء ومع الأئمة أجمعين آمين رب العالمين بحق محمد وعلي محمد قبل الله وإعمالنا وإعمالكم أخي العزيز إن شاء الله يا ربي بارك الله وفيك أخي هل سؤال هلو هلو هل دهو الانترنت نعم اسمعوني الآن نعم في السؤال كيف السؤال هو من هي المرأة التي كانت ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله هل هي حفصة أم عائشة أم أم سلمة أم زينب على ما أظن هي عائشة عائشة كانت ترفع صوتها على رسول الله أكيد وهذا يحبط عملها ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي دعونا نتأكد نعم أحسنت الإجابة صحيحة ألفين ناقلك الحمد لله أحسنت إن شاء الله إن شاء الله جواب صحيحة أخويا بارك الله وفيك شكرا لك الله يجب فيك إن شاء الله عيش بارك الله وفيك أخويا إن شاء الله يفرسك الله يجب شكرا لك السلام عليكم السلام ورحمة الله والدليل هنا المسنن رحمة الحنبل جزء الرابع عشر يقول عن نعمان بن مشير قال استعدن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع صوتها إشعاليا وهي تقول والله تقسم بالله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاث فاستعدن أبو بكر فدخل فأهو إليها فقال يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ترفع صوتها عليه وتقول له والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني ثم مات أحب أن رسول الله يحب علي أكثر منك ومن أبيك ثم مات هل هذا يجعلك ترفعين صوتك على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أحب إليك من أبيك